موسيقى نرحب أعزائي الطلبة بكم من فضائية العراق التربوية نقدم لكم حلول أسئلة الاختبار الأسبوع الخاص بالتعليم الألكتروني لمادة الكيميا مرحلة الثالث المتوسط أعزائي الطلبة وردتنا حلول من طلبتنا الأعزاء ورح نناقشها أمامكم على السبورة ونشوف هل هذه الأسئلة هي حلت بشكل صحيح أم هناك أخطاء بعض الأخطاء وإن شاء الله ماكو أخطاء خلي نروح للسبورة أعزائي الطلبة ونشوف شنو موجود عندي من أسئلة ومن حلول أعزائي الطلبة إحنا عدنا طالب محمد علي محمد عبد ثالث متوسط المدرسة متوسطة بغداد للبنين السؤال الأول يتكلم لي عن أعزائي الطلبة ما هي فائدة الجدول الدوري ليش أدرس فائدة الجدول الدوري أعزائي الطلبة إذن هنا فائدة الجدول الدوري رح أخليها تلاحظ أنه عندي إذا تلاحظ ما هي فائدة جدولي يعني الجدول الدوري يقول محمد أهم ما يدرس فيه علم الكيمياء أهم فوائد التوقع وفهم خواص العناصر فمثلا إذا علمت خواص الفيزيائي والكيميائي لعنصر في زمرة أو دورة يمكن التوقع لحد كبير وصحيح خواص العناصر التي تقع في زمرته أو دورته الشيخ صد محمد كلامه صحيح يعني أنه نقدر نقول إحنا أنه الجدول الدوري مهم وأداته مهمة لدارسي علم الكيمياء بشكل عام لكن يقول لي إذا عرفت خواص عنصر اللي هي الفيزيائية والكيميائية في زمرة أو دورة ما رح أقدر أتوقع باقي خواص الزمرة اللي يقع فيها أو الدورة اللي يقع فيها إذن الجواب صحيح نعم أنا من أعرف خواص عنصر واحد في زمرة واحدة إذن هذه العناصر مرتبة على أساس في الزمرة مرتبة على حسب زيادة أعدادها الدرية ووفق خواصها الفيزيائية والكيميائية إذا كانت في دورة نفس الشيء مرتبة من اليسار إلى اليمين بذلك في الدورة بزيادة أعدادها الدرية إذن أعزائي الطلبة ننتقل إلى السؤال الثاني ونشوف شنو يريد من عندي السؤال وشون مجاوب علي طالبنا العزيز إذن نكبر السؤال الثاني خلي نشوف شنو عندي من السؤال أعزائي الطلبة هنا ما رح يجينا بشكله الصحيح السؤال خلي نكبره مرة أخرى إذن أعزائي الطلبة خلي نكبره خلي نكبره بشكله الواضح حتى أقدر أعرف الإجابة إن شاء الله نعم حسنا الصورة واضحة أمامي يقول كيف يتم ترتيب بلوكات العناصر في الجدول الدوري وبين مواقعها هنانا عزائي الطلبة عدي عناصر أولا عناصر تجمع بلوك أس تقع إلى أقصى يسار الجدول الدوري وتضم زمرتين الأولى والثانية زيان نعم الكلام اللي هنا أوكي عناصر تجمع بلوك بي وهي العناصر التي تقع يمين الجدول الدوري والتضم 6 زمر اللي أمامك موجودة عندي هذه الزمر موجودة إذا عفوا أعزائي الطلبة هنا لازم نفعل القلم هذا إذن مجا إذن أعزائي الطلبة اللاحظ هذه الزمر الموجودة عندي موجودة إذن الكلام صحيح أما عناصر بلوك هنانا بلوك بي الأفهم قدم لكن المفروض هو يقول دي لكن ماكي مشكلة عناصر بلوك أف وهي عناصر تتجمع أسفل الجدول الدوري ويطلق عليها العناصر الانتقالية الداخلية نعم زيان هذه مواب حمال دي خلي نروح للسؤال ونكبرها هنا أنا أربعة خلي نكبر هذه النقطة الثالثة والرابعة من السؤال بتاع تتجي بشكل الصحيح أعزائي الطلبة نكبرها مرة أخرى حتى نقدر نحصل على الجواب اللي أريده نعم يقول وعناصر تجمع بلوك دي هي عناصر فيليزية وتقع وسط الجدول الدوري نعم الكلام صحيح ما بيشكال أن نوضح بشكل أكثر أعزائي الطلبة نعم أنا عندي جدول الدوري مقسم إلى دورات وزمر بلوك أس أنا شون أوزعت هذه العناصر أستاذ أنا دائما نحتمد على الألكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي في مستوى الطاقة الأخير الذي ينتهي عنده الترتيب الألكتروني والتي تسمى بألكترونات تكافو هي التي تحدد الخواص الفيزيائية والكيميائية للعنصر لذلك يتم ترتيب هذه العناصر أو التجمعات حسب ما ينتهي به الترتيب الألكتروني وين ينتهي بالغلاف الثانوي أس إذن وزعت يقع إذن بلوك أس يقع وين أو تجمعات بلوك أس إلى أقصى يمين الجدول الدوري أما عناصر بلوك بي فهي أقصى يسار الجدول الدوري وعناصر دي هي وسط الجدول الدوري وعناصر بلوك أف أسفل الجدول الدوري أعزائي الطلبة ننتقل إلى سؤال آخر من أسئلتنا وهو السؤال الثالث أعزائي الطلبة خلي نكبر الشاشة ونأخذ السؤال إذن هنا نعدنا وليس هنا هذا ما رجعه نأخذ أعزائي الطلبة هذا السؤال رح نجيبه ويكون أدنا جاهز نعم أدنا طالب محمد علي محمد عبد أيضا من متوسطة بغداد للبنين يقول سؤال ثالث ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل عنصر من العناصر العادية عندي البوتاسيون تساطعش والنيون عشرة والكلور سباطعش والأو الثمانية وهو الأوكسجين نجي على الأوكسجين عدد ذري ثمانية موزعين ونأستو تو أستو تو بي فور إذن دورة الثانية نعم الدورة الثانية والزمرة السادسة إذن كلامي صحيح أما الدورة الثالثة هنا خطأ نعم لأنه ليش عندي نيون نيون ون أستو تو أستو تو بي سكس إذن عندي دورة ثانية وزمرة السادسة استاذ ليش نجمع هذه العناصر نجمع هذه العناصر عزائي الطلبة ليش أجمعها خلي أوضحها هنا بشكل هل إذن أروح للدفتر التمارين خلي أشوف هنانا شعندي إذا أريد أفعل القلم عندي نيون خلي أوضحها النيون شقيد عشرة عزائي الطلبة وان أس تو تو أس تو تو بي شقيد ستة زين هنانا هذا شي يمثلي رقم الدورة زين يعني يا دورة الدورة ثانية زين ويا إذن هنا نوضح هذا عزائي الطلبة يا دورة الدورة الثانية ويا زمرة أجمع ليش لأنه الغلاف الثاني يحتوي على غلاف اس بي ثنيا وغلاف بي يحتوي على ستة إذن أجمعهم يصير زمرة الثامنة وليس الثالثة مثل ما ذاكرها طالبنا العزيز إذن صححت الخطأ مالتي وأروح أرجع إلى السؤال اللي هو الثالث عزائي الطلبة إذن هنا شو نقول نقول أنه أنا من الضروري أنه مو دورة ثالثة لا هنا الدورة الثانية وليس الثالثة والزمرة الثامنة صحيحة نعم لكن وين خطأ هو هنا هي الدورة الثانية دورة المفروض يصير الدورة عزائي الطلبة خليه حتى تكون واضحة يا عزيزي لأنه ليش من أخذ رقم الدورة من أسفلها مثل ما حددت أمامك على الشاشة زين عندي الثالث هو اللي عندي منه اللي يقول الخلور 17 1S2 2S2 2B6 3S2 B5 إذن عندي 17 ألكترون يعني من أخذ الزمرة والدورة وين ينتهي الترتيب الألكتروني يا غلاف انتهى بالغلافة الثالث اللي يحتوي على شنو مستوى ثانوي S و B بالمستوى S جد B2 والمستوى B جد 5 أجمعهم إذن يقع في الزمرة يا زمرة السابعة والدورة الثالثة نعم الغلافة الثالث أعزائي الطلبة يبقى عندنا الكي 19 أوزع الألكترونات حسب الترتيب الألكتروني وإحنا قلنا أي سؤال أريد أحلى بهذا الفصل فصل الأول أكتب شاكتب ترتيب الألكتروني 1S2 2S2 B وهكذا إلى أن أصل زين أستاذ آني شون أوزع أخذ عدد الألكترونيات من العدد الذري واضح هذه شرحناها في دروس سابقة لكن نوضح الإجابة الآن عندي 1S2 هذا الغلاف الأول الغلاف الثاني 2S2 2B6 صار عندي صار عشرة الغلاف الثمانية واثنين عشرة زين الثري أستو أيضا بثنين وثري بي ستة صار عشرة عشرة وثمانية ثمام طعش بقى عندي واحد بالفور أس إذن وين أخذ الفور أس دورة رابعة والزمرة يا زمرة الزمرة الأولى نعم عندي فوق بالأعلى يمثل عدد الإلكترونات ويمثل عدد قلنا هذا الخطأ ما له أنه يقع في الدورة الثانية وليس الثالثة وإن شاء الله يتعلم طالبنا العزيز وأيضا أؤكد على عندما يحل يحل بشكل خط واضح وتكون إجابتة واضحة حتى لا تكون متداخلة الإجابات وإن شاء الله نتمنى للتوفيق نرجع إلى السؤال الرابع ونكبر أعزائي الطلبة إذن أعزائي الطلبة خلينا أخذ هذا السؤال ونشوف السؤال الرابع يقول ما الشيء المشترك بين العناصر الآتية عندي عناصر أكتب لهم ترتيب إلكتروني أستخرج بيا زمرة ويا دورة وأشوف شن المشترك بيناتهم أما في زمرة واحدة أو في دورة واحدة ستادش مدريك نعم الترتيب الإلكتروني رح يحكمني أما هنا في دورة واحدة أو في زمرة واحدة وخلينا نشوف خلينا نشوف حالنا زين عندي عناصر الليثيوم صوديوم ماغنيسيوم لآي ثلاثة الليثيوم ن أي دعش وأيضا الامجي هو الماغنيسيوم واثماش أوزعت الإلكترونات 1S2 2S1 إذن عندي يقع في الزمرة الأولى الدورة الثانية ستاد ليش نعم لأنه أنا عندي في الغلاف الخارجي واحد و عفوا بلا الغلاف الثانوي واحد والغلاف الأخير اللي انتهى عنده هو الرقم الثلاثة إذن الدورة الثالثة الزمرة الثانية والدورة الثالثة مال من؟ مال الماغنيسيوم عفوا هنا أنا أتكلم عن الليثيوم أرجع إلى الصوديوم 1S2 عندي دعش 2S2 2S3 3S1 هنا أنا أتكلمت في البداية إذن عزائي إذن أنا هنا المفروض يقع الليثيوم ونقلنا بالزمرة الأولى والدورة الثانية أما الصوديوم في الزمرة الأولى نعم والدورة الثالثة ستاة ليش؟ لأنه الغلاف الثالث مال الصوديوم يحتوي على إلكترون واحد في الأعلى هو يمثل رقم الزمرة إذن الزمرة الأولى نعم زين والدورة الثالثة زين الماغنيسيوم 1S2 هذا الغلاف الثاني 2S2 2B6 والغلاف الثالث هو 3S2 إذن هنا ينتمي أيضا للزمرة الثانية ويا دورة دورة الثالثة زين أستاذ المشترك بينات هين شوف هنا هو إشقائي الليثيوم والماغنيسيوم هذا عندي خطأ هنا المفروض يصير الصوديوم N-A ليش أستاذ؟ لأنه الليثيوم والصوديوم وين بيا زمرة بالزمرة الأولى إذن يشتركان في الزمرة واحدة هي الزمرة الأولى نعم كلاما صحيح لكن رمز العنصر هو كان خطأ يا عزيز الطالب عليك تركز إذن الصوديوم والليثيوم يشتركان في زمرة واحدة هي الزمرة الأولى أما وهنا الصوديوم والماغنيسيوم يشتركان في الدورة الثانية نعم كلام صحيح وهي دورة واحدة عفوا الدورة الثالثة وليس الثانية نعم هذه عندي الدورة الثالثة وهذه دورة الأخرى إذن صار عندي عنصرين يشتركين في زمرة واحدة وعنصرين آخرين يشتركين في دورة واحدة منهم عندي الليتيوم والصوديوم يشتركان في الزمرة الأولى وأيضاً الصوديوم والمغنيسيوم يشتركان في الدورة واحدة هي الدورة الثالثة أعزائي الطلبة إذن ننتقل إلى السؤال البعدة وهو السؤال الخامس زين هنانا السؤال الخامس أيضاً نكبره ونشوف شنو يقول ما الشيء المشترك بين واقع العناصر التالية في الجدول الدوري إذن عزيز الطالب علي أن أأخذ لا هذا ما رح يجيني بشكل صحيح خلي نوضحها مرة أخرى لأننا نريد الإجابة تطلع كاملة ما أريد بها أي اختفاء للأسئلة مهم ما رح تجيني لأننا نحطها في مجال ضيق نحن دائما نأكد على الكتابة الصحيحة لطلابنا العزاء وإن شاء الله في حلوله أخرى تكون الإجابة واضحة وبيخط واضح ما الشيء المشترك بين مواقع العناصر التالية في الجدول الدوري العناصر عندي النيتروجين والبورون والبريليوم رح نجي على البريليوم نستخرج الترتيب الإلكتروني إلى ونشوف بيا دورة ويا زمرة البريليوم عندي أربع إلكترونات 1S2 2S2 إذن هنا يا دورة الدورة الثانية الزمرة الثانية صحيح نعم زين البورون خمسة عندي 1S2 2S2 2B1 إذن هنا انتهى عندي بالدورة الثانية والزمرة الأولى هنا خطأ هذه زمرة أولى الزمرة الأولى المفروض ليش؟ لأن عندي خمسة ألكترونات عفوا لا صحيحة صحيحة لأن هنا نجي معنا نعم نعم عفوا نعزائي لأن نحن ليش دق نعم 2S2 2B1 لأن الإجابة شوية خطها غير واضح نتمنى نكون كتابتها إذن الزمرة الثالثة والدورة الثانية عزائي الطلبة والدورة الثالثة مضبوط الزمرة الثالثة والدورة الثالثة نجي إلى النتروجين وعدد الثالثة الإلكتروني إلى 7 1S2 إذن هنا 2S2 2B3 إذن هنا عندي الزمرة الخامسة والدورة الثانية الآن عندي اثنين بثلاثة خمسة الزمرة الخامسة والدورة الثالثة هنا كاتبها هو لا هنا الدورة الثانية نعم إذن هنا جميع العناصر تشترك بها دورة هنا اللي كاتب الخطأ عزائي الطلبة الدورة الثالثة أنا قلت أشفت خطأ هنا هو وين الخطأ نعم الدورة الثانية وليس الثالثة إذن هذه شو تكون عندي الدورة الثانية عزائي الطلبة حتى شنو جميع العناصر إذن تقع في الدورة نفسها يا دورة الدورة الثانية فنتمنى من طالبنا العزيز أن يركز على الإجابة هذا الخطأ ما لك يا حبيبي هنا أنت وين عندش قد هنا الغلاف الثاني وليس الثالث فإذن يجب أن تكتب الدورة الثانية وهو يمثل رقم الدورة وفي الأعلى عدد الإلكترونات تمثل رقم الزمرة إذن نجمعهم اثنين بواحد ثلاثة إذن أعزائي الطلبة هنا يقول تشترك في دورة واحدة هي الدورة الثانية نعم وتختلف في الزمرة فعنصر البريليوم يقع في الزمرة الثانية نعم والبرون في الزمرة الثالثة وأما النتروجين في الزمرة الخامسة الكلام صحيح لكن هنا خطأ يأكد عليه حتى لا ينسى طالبنا العزيز وطلابنا أستاذ إحنا هنا خلصنا عزائي الطلبة السؤال الخامس نروح إلى سؤال السادس والسابع عزائي الطلبة أسئلتنا كانت واضحة إن شاء الله لجميع الطلاب نتمنى يكون عزائي الطلبة نتمنى تكون الإجابات واضحة والأسئلة إن شاء الله واضحة للجميع إذن هذا السؤال ناخذه يقول رتب العناصر التالية حسب الزيادة في أنصاف أقطارها عندي ليثيوم أوكسجين كاربون فلور أستاذ ما أفعل هنا أيضا ترتيب ألكتروني أستخرج زمرة ودورة وأحدد بياغ عناصر وين رح يرحان بزمرة وحدة بدورة وحدة مختلفات هنا رح يكون الحل مالتي هو إذن هو جوابي أعزائي الطلبة زيان رح نروح الفلور أبدي بالليثيوم هو بعدي 1S2 2S1 إذن يقع في الزمرة الأولى والدورة الثانية إذن هنا حالة ونشوف إن هذا في الدورة يا دورة ثانية زيان الكاربون 1S2 2S2 2B2 إذن هو هنانا الدورة الثانية والزمرة الرابعة لأن نجمعهم زيان نعم الكلام صحيح أدي 6 إلكترونات نعم كلام والترتيب الإلكتروني صحيح أو الثمانية 1S2 2S2 2B4 عدد الإلكترونات صحيح إذن وين يقع في الدورة الثانية والزمرة السادسة إذن نلاحظ نجمع الإلكترونات 8 في ويا الأربعة يصير عندي 6 الفلور 9 1S2 B2 2S2 B2 2S2 B5 5 إذن دورة ثانية والزمرة الخامسة من جمع الاثنين مع الخمسة لأنه نفس الغلاف الثاني يحتوي على غلاف أسوى بهم كل واحد الSB2 والB5 إذن أعزاء الطلبة نلاحظ أن جميع العناصر تقع في الدورة الثانية وإذن هنا يكون ترتيب العناصر يقول الليثيوم أكبرهم نصف قطر أو حجم ذري أو أنصاف أقطار ذرية شوان ما تسميه والكوربون يجي بعده والأوكسجين والفلور استاد ليش على شنو أساس اعتمد هذا نحن عندنا ملاحظات أنه هذه الملاحظات أنه نصف القطر وين يقل في الزمرة الواحدة يعني شلون؟ هنا عندي دورة دورة إذن يقل نصف القطر في الدورة الواحدة كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين بزيادة الأعداد الذرية يعني منه اللي عنده نصف القطر أكبر اللي هو منه اللي عنده عدد ذري قليل لأنه كلما ازداد العدد الذري إقل نصف القطر يعني أجيه أقول ليثيوم أكبرهم لأنه عنده اقل عدد ذري زااد الزيادة وين تكون بهذا الاتجاه嗎 بهذا السهم يكون عندي ليش استاد لأنه كلما ازداد العدد الذري إيقل نصف القطر في الدورة الواحدة يعني شون استاد والزمرة عكسها نعم ليش لأنه أنا كلما يزداد العدد الذري كلما اروح من اليسار إلى اليمين ويزيد العدد الذريق إلى نصف القطر إذن من عنده أكبر نصف القطر؟ الليثيوم يجي وراء الكاربون ويجي بعده الأوكسجين ومن ثم الفلور إذن إذا عندنا سؤال آخر هو تعاريف نأخذه بشكل سريع يقول عندي بس نكبره حتى نقدر نعرف هذا السؤال أعزاء الطلبة عرف ما يأتي نصف القطر هو المسافة بين نواتي ذرتين ومتحدتين كيميائيا طاقة التأيون هي مقدار الطاقة اللازمة لانتزاع ألكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر في متعادلة الشحنة في حالتها الغازية نعطيني مثال إذن إياها مثال مثل ذرة الصوديوم تفقد ألكترون وتتكون أيون موجب وهذا ما يخص سؤالنا أعزاء الطلبة إذن التعاريف فاضحة بالنسبة لي نصف القطر وانتهت حلول أسئلتنا أعزاء الطلبة هنا أجبنا على الأسئلة ونتمنى من طلابنا أنه يكون خطهم واضح وإجاباتهم واضحة إن شاء الله أعزاء الطلبة حتى نقدر نشوف أسئلتهم وحلولهم نتمنى لهم التوفيق في الحلول الأخرى إن شاء الله وفي دراستهم إن شاء الله أعزاء الطلبة وصلنا إلى ختم درسنا لهذا اليوم تقبلوا مني تحياتي وتحيات كادر العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة